السلام عليكم يا حووش عاملين يا ابطلتل تعدادي الاخبار النهاردة بنكمل مع بعض في حل كتاب جم الوحدة السبعة طبعا حلان معاصر الفيديو اللي فات بنحل الجم دلوقتي على اول ورد اللي وعالمنا صلي على الحقيقة عليه الصلاة والسلام واتغط لايك لو انت مستمتغطش لايك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد كل ده بيساعدنا للمحتوى بتاعنا يبدأ يتنشر ويلا بينا ابطال اول سؤال معي بقى طبعا صفحة 12 في كتاب جم بيقولي بقى there are different places في اماكن مختلفة that could be ممكن تكون موجودة on the list of Egypt's natural wonders على قيمة بتاعة العجائب مصر one of these واحدة منهم is is waadi الوشواشي واخدوا لك waadi الوشواشي طبعا which is located بيقع نقط زوي اه في طريقي بان عايز اقول في طريقي يبقى on on يا جماعة تحط هنا on on بعد كده بيقولك في طريق جنوب سينا there you can fight ممكن تلاقي نقط that form small x دي بتشكل اللي هي بحيرات صغيرة يبقى springs موجود هناك springs يا نبيع springs it's a wonder place مكان كويس جدا او رائع جدا فور ايه لي السباح هيبقى swimming swimming but really really it's not a place to visit really مكان اين ما بتزوره مكان رائع والله amazing amazing to visit بعد كده عندي اللي هو ال choose هنا الاختار هنا طبعا الاجابة الصح من الاربع اجابات التحت وصل الله على الحاية بقى الله الصلاة والسلام وصل الله علي يقولي يبقى we can we should احنا ينبغي علينا protect نحمي our environment البيئة بتاعتنا بقول لي the word protect كلمة protect معناها يحمي نفس المعنى بتاع كلمة ايه? نفس معنى بتاع كلمة saif save معناها ينقز قويا damage damage دمر غلط destroy دمر غلط كل يقتل غلط اتنين ويقاد احنا بنضيف زا الصافيكس اللي حيقة ايه تو تشينج عشان نغير كلمة أبير دي اسم نحطي لها اين مقطع اين سي اي انا مظهر رقم ثلاثة بقول لك نقاط حابيتانت نقاط البيئة الزا نيكس تو البيئة اللي بتكون جنب البحر يو كان فايند ممكن تلاقي هناك روكث ذير ممكن تلاقي هناك صخور دي البيئة الساحلية جمعلي يا الكوستول حابيتانت اللي هي رقم بي موينتين جبل غلط بولر معناها قطبي غلط رينفورست الغابات المطيرة غلط اربعة سترونج ويند اللي هي العاصفة القوية دامج دمارت ميني تريز يعني اشجار كتير زا السينانم المراضف بتاع كلمة ديسترويد ديسترويد معناها دمر نفس المعنى بتاع كلمة ايه والله نفس المعنى بتاع كلمة دامج معناها دمر قاصد معناها سدب غلط كونتيند احتوى غلط ريبيرد معناها صلى حفودي برضو غلط خمسة ايجيبت هاز لوتس اوف ناتشرال واندرز مصر عندها عجايب كتير to get the opposite عشان نجيب عكس كلمة ناتشرال بنضيف المقطع ايه اه اللي هي البادئة ايه عفوا اللي هي اللي بنضيف هنا بادئة ايه اه الناتشرال بنحطها المقطع يو ان او البادئة يو ان ستة بقولك نقط is an area منطقة in the desert في السحرة where you can find ممكن تلاقي فيها الووتر يعني الماء دي الايه بقى اه دي الواحة ايسيس اللي هي رقم ايه wonder عجيبة طبعا غلط او عجوبة غلط موينتين جبل غلط habitant معناها بقى غلط سبعة بقولك throwing rubbish اللي هو رمي الزبالة into the river في النهر can make ممكن يعمل water dirty ممكن يعمل المية او يخلي المية dirty يعني مش نضيفة this can not water ممكن تكون مية ايه بيبقى مية ملوسة عايز اقول مية ملوسة يبقى polluted water رقم b cause معناها يسبب غلط volentiria تطوع غلط كيب يحافظ غلط this is a large area بتكون منطقة كبيرة or land او اه ارض كبيرة where there is almost تريد ما فيش مية ولا مطر ولا اشجار ما فيش اشجار هناك ولا نباتات دي ايه بقى اه دي المنطقة دي الصحر يا جماعة لها desert بيكون نادر فيها الحاجات دي اوي حابة انت بيقى غلط تسعة i saw many large status يعني شفت تمثيل عملاقة كبيرة in the new museum في المتحف الجديد the ant انا من المضاد بتاع كلمة large large معناها كبير عكسها كلمة ايه تاني تاني معناها ضئيل او صغنان خالص اللي هو تاني رقم c dark the zalam غلط huge عملاق غلط بيج كبير غلط عشرة we visited many ways احنا زورنا اه وحات عديدة and so شوفنا كتير جدا من الايه full of hot water مال فيها اه مية اه hot يعني دافئة او سخنة يعني يبقى شوفنا ايه بقى اه يا نبيع يا نبيع springs يا جماعة بتكون طالعة من باطن الارض كده اسمها springs locals معناها محليون غلط oceans معناها محيطات غلط beers معناها دبابة غلط 11 جبل علبة is unusually green and not too many animals and birds بيقولك جبل علبة بيكون منطقة خضرة غير عادية we a too many animals وعايز اقول ومأوى او بيت لعديد من الحيوانات يبقى هوم delta delta غلط value why دي غلط واللي معناها جيد غلط 12 it's sweet outside دي مبتلة بره او راطبة بره it's not on the roads انها بتكون ايه على الارض بتكون ايه بقى اه يعني عايز اقول انها بتكون مبطرة او فيها يبقى اه ريني sunny معناها مش مس اه غلط تاني معناها ضئيل حجم غلط dry يعني جاف غلط طيب اه بعد كده ننتقل لي اسئلة على الجرامر وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام واضغط لايك لو انت لسه مضغطش لايك فعل زر الجرس انه وصل لك كل جديد ويلا بينابط طبعا الجرامر ونعانة عن المبني المجهول في زمن المضارع البسيط اول سؤال معي بقولك the park الحديقة نقط عايز اقول بتكون محاطة بيه طبعا مبنية للمجهول by grasslands يعني المراعي او البيئة العشبية او الارض العشبية يبقى is surrounded طبعا هنا هتجيب verb to be هتبقى اختار يا امي از دي ار فبتحالة دي اختار is وبعد كده surrounded هحطلها ed طيب بعد كده عندي the cover the land الارض سواني بس ايه احطها فوق شوية هنا عشان تشوفها طيب the land الارض is نقط عايز اقول بتكون متغطية واخد بالك with the ice بيه التلج بتاع البيئة القطبية يبقى covered يا جماعي طيب سواني بس ايه انا اخلي الخط بتاعي يعني اه ضخم شوية عشان تشوفها right viewer magazine اللي هي مجلات اقل عايز اقول بتتباع وبيتم بيعيتها النهار ده buy news agent اللي هو محل بيع الجرائد بيكاز علشان في انترنت يبقى بيتم بيعيتها طبعا هتبقى برضو مبنيا للمجول اللي هتحط يا ام يا از يا ار بعد جرى التصريف التالت وفي الحالة دي هتحط ار و sold اللي هي التصريف التالت بتاع سل اربعة بيقول لي i saw a website انا شفت موقع which is designed بتكون مصمم عايز اقول بواسطة مبرمج خبير يبقى طبعا مش وزه هتبقى buy بواسطة او be كزه يبقى buy وزه يا جماعة بتيجي قبل الاشياء انما buy بتيجي قبل الاشخاص 5 as a popular game كلعبة شعبية الفوتبول كرة القدم عايز اقول بتتلعب او بيتم لعبها بواسطة ملايين من الناس يبقى football is played برضو تصريف تالت طيب رقم 6 television television بيكون نقطة عايز اقول بيتم مشاهدة مبني للمجهول برضو هتجيبها هنا في تصريف التالت طبعا ازا هي سواء ام وزوار ازا موجودة اي بقى تجيب واتش في تصريف التالت يبقى watch it تمام ولو في عيد عنده مشكلة يا جماعة في المبني المجهول ده وبيعرف يجيبه ازاي ممكن برضو نشرحه على البورد على الصبورة برضو انا بنفسي هقوم نشرحه على الصبورة لو في تحت comment تعليقات على الموضوع ده او عايزين ده اطلبوا ده تحت التعليقات وان شاء الله هنعمله مني هاوسز منازل كبيرة in coastal areas يعني في المناطق الساحلية عايز اقول بيتم بيانتها بيتم بناءها عفوا ايه بقى ايه بقى طيب رقم تمانية بيقولك نقط the dishes الاطباق washed عفوا بتتغسل every meal هايز اقول هل الاطباق بيتم غسلها كل وجبة طبعا هنا طبعا برضو مبني للمجهول مش هتبقى دو لان هنا في تصريف تالت فالتالي هتبقى يامي عزي ار فطبعا الاطباق جامع فهتختار او 9 it's نقطة عايز اقول بيكون معروف انه معروف that some turtles يعني بعد السلاحف بتعيش اكتر او بتعيش تقريبا مئة سنة واخد ملك يبقى طبعا مبنية للمجهول يبقى نون برضو 10 mini cars اللي هي عربيات او سيارات mini new cars سيارات جديدة عايز اقول بتتصنع او بيتم صنعها بواسطة روبوتات اللي هي انسان قال فيه المصانع طبعا يبقى مبديل المجهول يبقى are made 11 which kind of habitants ايه نوع او ما نوع البيئة نقط اللي بيكون موجودة في جبل علبة اللي بتكون موجودة يبقى are found برضو تصريف تالت هنا يا جماعة في البيئة امي از يار ففي الحلقة دي هتبقى R وتصريف تالت تبقى find تبقى found 12 these pictures الصور دي عايز اقول بيتم اخذها او بتؤخذ بواسطة my sister اختي are taken are taken 12 بيقول 13 مصر عايز اقول مصر بيتم زيارتها او بتتزار بواسطة اكتر من 14 مليون ساح يبقى is visited is visited بعد كده ال 14 who is the message نقط مين الرسالة اللي هيتم توصيلها الكازة يبقى طبعا هنا جماعة برضو هتجيبها هنا في التصريف التالت يبقى delivered delivered خمستاشر great artists يعني الفنانين العظامة يجولي عادة بيرسموا عايز اقول لوحات طب ما هي مبنية المجولة يا مستر يعني R paint دي لا دي مش مبنية المجول لا دي مبنية المعلوم ما هو الواحدة بتتكلم على المضارع البسيط سواء مبنية المعلوم او مبنية المجول عايز اقول المفنانين العظامة بيتم رسمهم صور جميلة ولا بيرسموا بيرسموا عادي بقى paint عادي سواني هنا paint معلوم دي مبنية المعلومة جماعة مش مبنية المجولة بقى paint عادي خالص اللي هو الفعل مع المفرد بضف له S أو YS ده في المضارع البسيط طبعا وفي الجامع بيكون الفعل بيكون في المصدر دي مبنية المعلومة فبالتالي طبعا artist ده جامع فبالتالي يكون مصدر طيب 16 بيقولك this restaurant المطعم ده بيكون لطيف او جميل its good not cooked its food الاكل بتاعه عايز اقول بيتم طبخه واخد بالك يبقى is cooked بيتم طبخه بسطات chef عظيم او chef رائع يعني شاطر يعني 17 mini trees مع عشجار كتيرة جدا عايز اقول بيتم زرعها علشان توقف التلوث يبقى r طبعا مش تبقى ازة مبنية المجهولة يا جماعة دي مبنية المعلومة عادي خالص يبقى tells طبعا اي مظر مفرد فبالتالي هتبقى tells مبنية المعلوم فعلي ما انضاف له اس 19 mobile phones الموبيلات are widely عايز اقول بيتم استخدامها على نطاق واسع كل يوم يبقى used طيب 20 how often كم عدد المرات اللي عايز اقول بيتم غسل الملابس بتاعتك واخد بالك يبقى طبعا يوركولوزز جامع فالتالي هتبقى يوركولوزز يا جماعة اشوف بس عشان هو عامل لي ايه يعني تركيتين يعني اتنين خطة هين يوركولوزز دي جامع فبالتالي هتحط واشد دي هتبقى في التصريف التالي تبقى واشد هتبقى ايه بقى how often are يوركولوزز واشد بس كده وده اللي كان موجود عندي في صفحة 15 ندخل على التمرين الشاملة على الدرس الاولى صلى على الحبيبي عليه الصلاة والسلام وضغط لايك لو انت لسه متغطش لايك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد كل ده يا شباب زي ما قلت لك كده بيساعدنا ان المحتوى بتاعنا يبدأ يتنشر وتبدأ الناس تعرفوا وطبعا نزود منه كتير جدا يلا بينا يا بطل نكامل مع بعض اول حاجة بيقولك ايمن ورامي بيكلمة ايمن بيكلمة صاحبه رامي ايمن بيكلمة صاحبه رامي عن جبل علبة فا ايمن بيقوله مقالة شيقة جدا قال له what's about ايبقى اكيد قال له عن جبل علبة يبقى جبل علبة يبقى it's it's about عن جبل علبة جبل علبة طيب بعد كده سأله السؤال قال له it takes اخد اسمه from من الجبل اللي موجود في المنتصيب كيف اخد اسمه how كيف does it take its name ازاي اخد اسمه بعد كده قال له can you give me ممكن تديني some more information ممكن تديني شوية معلومات عنه قال له yes yes of course بعد كده قال له is it visit هل بيتم زيارته بواصلات ناس كتيرة كل سنة خد بالك بقى لازمة تكمل المحادسة اوعى تجاوب على طول لانه ممكن يقول له اه او لا فطبعا تحت قال له because علشان هو صعب انك توصل يبقى اكيد قال له لا لا طبعا ما بيتزارش بواصلات ناس كتيرة كل سنة ليه لانه هو صعب الوصول اليه فطبعا دي مهم جدا جدا يا جماعة انت طبعا لازم تقرأ المحادسة كويس جدا تمام يا شباب يبقى هنا هنقول له no no it isn't فبعد كده سأل له السؤال قال له علشان ده صعب الوصول اليه يبقى ممكن يا جماعة اقول له هنا why لماذا واسكت او ممكن اقول له ليه ما بيتزارش why واسكت كده عادي او اقول له why is why isn't عفوا it why isn't it visited ليه ما بيتزارش by many people every year وممكن تكتب واي وخلاص اللي اتنين صح طيب بعد كده يا جماعة انا انتقل للسؤال اللي بعد وصل الله على الحيب عليه الصلاة والسلام بيقولك يبقى Egypt has mini natural عندها عايز اقول لك عجائب طبيعية واخد بالك يبقى مين ايه بقى wonders واخد بالك انا بقى wonder اللي بلقي ولا بلقوه لا اللي بلقوه يا جدعي اللي هي اللي بلقي دي معناها تجوال او يتجول wonders واخد بالك واخد بالك واخد بالك واخد بالك معمولة بواسطة الرياح بعد كده قال لي النيزك ليك اللي هي بحيرة النيزك تيكس زي شيب خدت شكلها خدت شكل عفوا العين it not with water بتكون عايز اقول بتكون مملية هي بقت is filled مبنية للمجهود it is filled طيب بعد كده قال لي جبل علبة بارك يعني حديقة بتاعت جبل علبة او المحمية بتاعت جبل علبة دي بتكون عايز اقول محاطة by grasslands يبقى surrender 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 يا جماعة معناها بحاطة surrender 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 بعد كده عندي السؤال اللي هو الشوزي الاختياري صلى على الحبيب على السلام والسلام وضغط لايك لو انت لسه مضغط وضغط لايك فعل زر الجرسين وصلت كل جديد اول سؤال بقى it's important مهم جدا to eat healthy food انك تاكل اكل صحي نقط similar مشابه نفس المعنى ايه بقى اللي بيكون مشابه important to eat كزا يبقى دي معناها حاجة اساسية يبقى يبقى essential رقم c bright معناها لامع غلط national معناها قومي غلط an important معناها غير مهمة ودي غلط رقم اثنين to get the now عشان تجيب الاسم من فعل locate بنضف لها المقطع ايه او بنضف لها اللاحقة ايه اه يبقى location جماعة نضف لها المقطع i o n اللي هي i o n ثلاثة يقولك نقط is natural home بيكون بيت طبيعي or environment او بيئة طبيعية of animal للحيوانات للحيوان او النبات او other organisms يعني للكئنات الحياة الاخرى دي اسمه بقى دي اسمه الhabitant يا جماعة يعني البيئة الhabitant هابت معناها عادة غلط هوبي معناها هواية غلط health معناها صحة ودي برضو غلط بعد جارة كماربعة بقولك the government takes step خدت خطوات to safe عشان تحافظ على national wonders عشان تحافظ على العجائب الطبيعية we should احنا ينبغي help we should help to نقط them عشان نعمل protect them نحميهم نحميهم destroy ندمرهم غلط continue يحتوي غلط cause يسبب غلط خمسة نقط is a large بتكون كبيرة white beer دب كبير طبعا which leaves بيعيش في التالج واخد بالك ده اسمه ايه بقى مش محتاج طبعا البولر بير اللي هو دب الخط بيها turtles اللي هو معناها ضفدع غلط ولا قط ولا القط الوشك اللي هو طبعا 6 بقى بيقولك alexandria الاسكندرية بيكون ازا big بتكون big a city منطقة في البحر المتوسط بتكون منطقة سحلية طبعا اسكندرية جنب السحل تبقى السحلية يبقى coastal city desert معناها صحرة غلط farm مزرعة غلط desert اللي هي معناها صحرة برضو غلط طبعا الاولى بقى عندي ايه بقى بيقولك our beaches اللي هي الشواطئ بتاعتنا عايز اقول بتتظهر او بيتم زيارتها مبنية لي برضو للمجهول بالاف من السياح يبقى visited يبقى visited يبقى visited رقم اتنين بيقولك my father ببايع غالبا او عادتا واخد بالك نقط عايز اقول بيقرأ the news بيبرج ده في الصباح طبعا دي مش مبنية للمعلوم مجهول طبعا دي مبنية للمعلوم يبقى read يا جنعان عشان طبعا my father مفرد بعد خد بالك المبنية للمعلومات المجهول مهم جدا طيب ثلاثة بيقولك our problems مشاكلنا are usual عايز اقول بيتم مناقشتها مشاكلنا بيتم مناقشتها مشاكلنا بيتم مناقشتها مشاكل بيش هتتنقش نفسها يبقى ابنية للمجهول يبقى discussed رقم اربعة بيقولك نقط the email الايميل عايز اقول بيتبعت by the secretary السكرتيري عايز اقول هل الايميل تم بعده او اتبعت يبقى طبعا برضو مبنية للمجهول يبقى طبعا هتبقى we like the coffee احنا بنحب الكافي where the meals حيثما الوجبات بيتم تقدمها واخد بالك by the friendly waiters اللي هم نادلين او جرسونات طبعا friendly ودودين يا طبعا مبنية برضو للمجهول يبقى او احنا بنحب الكافي اللي الوجبات بتاعته are served الوجبات بتاعت وهنا بيتم تقدمها بشكل كويس المبنية برضو للمجهول الوجبات اكيد مش هتقدم نفسها وبعد كده طبعا عايزين ده متجاب عنه في نهاية الكتاب وطبعا هنا اخر حاجة يا شباب في صفحة 18 وصلى على الحقيقة عليه السرط والسلام وضغط like لو انت لسه ما تغطيش وفعل زل جرس طبعا كل ده على درس الاول والتاني عفوا وطبعا زي بتاكد غط لايك لو انت نسمي غطش لايك وفعل زر الجرش وصل لك كل جديد كل ده بيساعدنا المحتاج بتاعنا يبدأ يتنشر وطبعا نبدأ نطور منه ونبدأ نجاوب من كتب كتير جدا لو عندك اي سؤال اي استفسار سيبه تحت فيه التعليقات وصل على الحيب عليه الصلاة والسلام واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي يا بطل ابطال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته